استخدام غليكوليك أسيد من تونر تاحم عبارة عن مقشر لطيف يزيل الخلايا الميتة ويوحد لون البشرة ويقلل تصبغات ويقضي على البقعة الداكنة بالاستمرار والمداوم على هذا المقشر أول حاجة نحذر هذا المقشر فقط في الليل وليس في النهار والزوجة لا تدروه شي يوميا فقط تدروه خطرة هي من مرتين ثلاثة في الأسبوع يعني إذا درته كما نقوله سبت في الليل الحد والثنين ما تدريش تدريه ثلاثة في الليل الاربعة والخميس ما تدريش ويجب أن تكون شارية غسول مناسب مثلا 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 هذا الغسول ملطف للبشرة ويرمم البشرة وغسول لطيف ورغوي للبشرة هذا مناسب للبشرة الدهنية والعادية والمختلطة كائن ثاني سيرافي راهي دايرة للبشرة الجافة والبشرة الحساسة والبشرة تقدروا تشوفوا اللون راهي دايرة ألوان مختلفة كل لون مخصص للبشرة معينة هذا الغسول مليح بزاف ولطيف للبشرة ونظف بعمق الغسول فيه سيراميد معالج مرمي من البشرة وفيه النياسيناميد يعدل نسبة دهون في البشرة يوازنها وفيه الهيالورونيك أسيد يرتب البشرة أصلاً كي تغسلوا بيه تحسوا بشرتكم مرطبة وتحسوها لطيفة وكلش أني نستخدم فيه ورعاجبني ولازم تدخلوا في الروتين تاعكم لا تخرجوش بلا أنتي صولي إذا درتوا أي حاجة البشرة تاعكم وخرجتوا بلا أنتي صولي لأنه الشمس هي سبب المشاكل تاع البشرة هي اللي ديرنا التجعيد والتسبوغات وكلش يعني الشمس والأطريبة هما اللي خسرنا البشرة تاعنا خيري الانتي صولي اللي اللي قعل بشرتك كان بزاف تعليمارك فيهم انتي صولي ملاح أولهم آفين ولاغوش بوزي ودايلونج وفيتشي كين بزاف بزاف ملاح وعندهم نسبة حماية كبيرة كما كم تشوفوه خمسين هاكا اس بي اف خيرو خيرو الانتي صولي اللي تلق بكم وتلق بجيبكم بيانسور خبر شوية غالي الانتي صولي هادو الوريجينال وهادو المخ اللي صح افكاس ودخلوها للروتين تاعكم لابده بان كالدومي استخدام اورديناري غليكوليك اسيد تونر للبشرة تاعكم وش راح يدير لكم راح يزيل الخلايا الميتة بسكو هو مقشر لاطف ويفتح البشرة ويزيل الرؤوس البيضاء ويقلل التسبوغات ويسرع عملية علاج البقعة الداكنة ويقلل الحب الرقيق يعني الحب الرقيق هاداك نحيه وكم وفعال لعلاج جلد الاوزة وهاد القليكوليك اسيد وان تقدروا تستخدموه في كافة مناطق الجسم الداكنة لكم حابين تفتحوها مثلا تقدروا تستخدموه في لزيسال في منطقة البيكيني تقدروا تستخدموه في الركب والاكواح وتقدروا تستخدموه مثلا تحبوه تبيضو مفاصل اليد للرجلين اي مكان في الجسم حابين تبيضوه عندكم الداكن وتفتحوه وتقدروا ثاني تستخدموه لمحاربة جلد الاوزة كما قلت لكم تقدروا تستخدموه في كامل جسم تقدروا مثلا تبيضو الرقابة يبيض الرقابة تستخدموه ثاني في الوجه فوالا الوجه البشرة حساسة ولازم لها عناية خاصة ديروا احتياطاتكم شوفوا البشرة تتحسس له وهذا التونر خاص بالبشرة الدهنية والعادية والمختلطة والحساسة بصح ماشي حساسة بزاف ما ننصحوش به اصحاب البشرة الجافة والبشرة الحساسة بزاف بزاف ميهوما رهم دايلين الجميع انواع البشرة يعني انتي شوفي معاروحك شوفي ايدويشك حساس وعندهم بزاف سيرومات وعندهم بزاف منتجات لجميع انواع البشرة وعندهم بزاف منتجات وعندهم بزاف منتجات رهم دايلين شحال من سيروم وشحال من كريم ودايلين هذا التونر مهم هذا التونر كان فعال ومفع بزاف ناس ومليح هذا التونر مليح حتى للشعر تقدروا تستخدموا في فروة الرأس راح مع الوقت يساعد الشعر يفتح مغلقين مزدودين في فروة الرأس كين شعر لا يستطيع ان ينمو هذا يفتح لكم هذا الاماكن وينمو الشعر ويتكثف مع الوقت يعني مليح لكل حاجة سنغمال الناس مطلوب بكثرة السعر يبدأ من 450 ألف ورحوا بها كما انشيته من 450 ألف كان شهرته 500 كان يلحك حتى ال 600 اذا عندكم اصدقاء اقارب في الخارج ننصح تطلبوا من الخارج يجبوه لكم بخيمهو شغالي وتضمنوا المستاقية وتضمنوا بالصحر وكيفاش تعرفوا هذا المنتج اول حاجة يجبوه 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 اول حاجة يجبوه 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 اضافه 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 يجبوه إذا تعرفوا منتجات مفيدين أخرين لتفتيح البشرة اكتبوهم لي في التعليقات نحب نجرب اللي شراته وتكتبنا بشحال شراته وتكتبنا شحال مدة استخدام استخدمات ونفحها بس وكان لقالك من يومين بنت فينا النتائج بس وما شكي على البشرة كيف كيف كان للبشرة التاحة ماشي مستعصية وتتقبل العلاج وتمتم تبان في هالحاجة وكان للبشرة التاحة كيما أنا مستعصية يعني تطول باش تبان فيها العناية ويتبان فيها الأمور التي تستخدم فيها المرة الجاية يمكن دلكم فيديو على واحدة البومادات هنشرهم ونجربهم تاع هاي كوين وبيبانثين وبومادة واحدة آخر زرقاء راه يدير حالة فالات من تركيا نسيهم ونعطيكم رأيي في المنتجات شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء